أكدت حكومة إقليم كردستان أن الحكومة الاتحادية ترحبت بمقترح تصدير 250 ألف برميل نفط من كاركوك إلى ميناء جيهاني في تركيا المتحدث باسم حكومة الإقليم سفاين دزأي قال في تصريح صحافي أن أربيل قدمت مقترحا إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير النفط جبار العابي بشان تصدير تلك الكميات عبر خط أنابيب النقل الممتد إلى ميناء جيهاني التركي وبإشراف مباشر من شركة سومو الوطنية مضيفا أن المقترح لقى ترحيبا من بغداد غير إنه لم يدخل في إطار المحادثات والمناقشات الجدية